من اقوى الهرمونات للرجالة والشباب هرمون الزكورة او هرمون التستستيرون الهرمون ده لو قلب يمكن يعمل مشاكل كتيرة جدا هنتعرف النهاردة ليله هرمون ده بدأ يقل وخصوصا في مرحلة كبيرة عند الشباب كان دايما الهرمون ده يقل عند كبار السن في مرحلة بعد السن الخمسين لو لاحظنا هنلاقي هرمون الزكورة بدأ يقل في نسبة كبيرة جدا عن شباب في مقبل العمر في سن العشرين وفي سن التلاتين وفي سن الاربعين هنتعرف النهاردة عن أهم ست أعداء ممكن تدمر هرمون الزكورة وإزاي نقدر نتغلب على المشكلة دي من جوة الصيدلية السلام عليكم وأهلا بيكم من جوة الصيدلية ومحتوى مهم جدا عن أعداء هرمون الزكورة يمكن إحنا منتركز على هرمون الزكورة بالنسبة للرجال والشباب لأن زي ما قلنا إن هو بدأ يقل عند رجال وشباب كتير في سن قليل كان دائما مرتبط بالتقدم في العمر ولو تكلمنا عن هرمون الزكورة اللي هو بيعرف بالملك الهرمونات أو كينج أوف هرمون زي ما بيقولوا له أهمية كبيرة جدا في جسم الإنسان أول حاجة طبعا إن هو مسؤول عن الكتلة العضلية ثاني حاجة الرغبة الجنسية وقوة الانتصاب ثانية حاجة مهم جدا إن هو يقي من مرض الزهايمر بيقي من ضعف العظام كمان مهم جدا عن الحالة المزاجية وصحة القلب والشرعية وبالتالي لو قال لهرمون الزكورة هيحصل إيه؟ هيحصل عكس اللي احنا قلناه تماما هيحصل ضعف في الرغبة الجنسية ضعف في الانتصاب اضطراب في النوم ضعف في العضلات عصبية جمدة جدا واضطراب في المزاج كمان هيحصل إن انت ممكن تكون معرض أكتر لأمراض القلب والشرعية ست عادات أو ست حاجات ممكن يدمروا لك هرمون الزكورة وهرمون التستسترون ويقتلوه خالص تماما أول حاجة النظام الصحي أو النظام الغذائي الغير صحي طبعا أهم حاجة في النظام أو العادات الغذائية الغير صحية إن انت تكون بتستعمل سكر أبيض كتير أو كمان دهون غير مشبعة وهي موجودة طبعا أكتر حاجة في الوجبات السريعة موجودة في المخبوزات موجودة في الحلويات ويمكن الاتجاه بتاع الشباب إن هما بيأكلوا فاست فوت كتير طبعا ده بيخلي هرمون الزكورة يقل طب الحل إيه؟ نحن نتجه إن نحن نكون عندنا نظام غذائي صحي سليم نبعد عن الحاجات دي وننتجه للخرضروات طبعا أكتر الأكلات اللي بتزود هرمون الزكورة طبعا معروف إن هو السمك والمكريل والمحار واللحوم الحمراء والدواجن كمان فيه ثلاث أغذية مهمين جدا ما حدش بتكلم عليهم وبيزودوا هرمون التستيستيرون بطراق كبيرة جدا القهوة والتفاح والسبانخ الثالث حاجات دول من الحاجات اللي بتزود هرمون الزكورة بطريقة كبيرة جدا الثاني المشاكل اللي هي ممكن تدمر هرمون التستيستيرون التوتر والقلق ويمكن التوتر والقلق زي ما نعرفين بيخله الجسم يفرز هرمون الكورتيزول وهرمون الكورتيزول ده يعتبر أخطر عدو على هرمون التستيستيرون يمكن دايما هو عدو أكتر حتى من الهرمونات الأنسوية اللي نحن بنقول الهرمونات الأنسوية بتقلل الزكورة لا هرمون الكورتيزول ده أخطر بكتير طب هرمون الكورتيزول ده بيطلع في أين بيطلع في حالات القلق بيطلع في حالات التوتر بيطلع في حالات عدم النوم الكافي ويمكن في دراسة اتعمل تعالى 144 شخص لقوا الناس اللي بتنام اقل من 6 ساعات يوميا بيقل عندها هرمون التستستيرون بنسبة 30% عن الاشخاص اللي بتنام من 6 ل 8 ساعات الحل طبعا ان احنا نبعد قدر امكان عن التوتر عن الالأ وانده طبعا حاجة مش بقدنا بس نتوقع ان احنا نبعد قدر امكان عن الحاجات دي وننام من 6 ل 8 ساعات ثالث الاخطار وثالث الاعداء علي هرمون الزكورة التدخين والادمان في شرب الكحول طبعا احنا كنا اتكلمنا في محتويات سابقة وهنسيب لكم اللينك بتاعها عن اثار التدخين وازدين نبطل التدخين التدخين برضو بيطلع هرمون الكورتزول بطريقة كبيرة جدا بيضمر هرمون التستستيرون وهرمون الزكورة كمان بيقلل افراز هرمون الجونادوتروبين اللي هو الهرمون الاساسي اللي بيخلي الجسم يطلع تستستيرون فطبعا لو بتدخن او بتشرب كحول طبعا لازم ربنا يبعدنا عن الحاجات دي تماما رابح حاجة ممكن تلاقيها بتدمر لك هرمون التستستيرون هو السمنة ويمكن السمنة لها اخطار كتيرة جدا نتكلمنا عليها ونتكلم عليها على الصحة العامة على القلب عشرين احنا النهاردة نتكلم ان هي بتدمر هرمون الزكورة عنك ممكن الخلايا الدهنية دي هي بتبقى المصدر الرئيسي اللي هي ممكن تطلع هرمونات انسوية تحارب او تقلل بطريقة كبيرة جدا افراز هرمون الزكورة كمان طبعا الخلايا الدهنية موجودة في منطقة البطن ومنطقة الارداف بتقلل بطريقة كبيرة جدا الامداد الدموي اللي حاصل في الجسد وبالتالي برضو هرمون الزكورة هتلاقيه بيقل بطريقة كبيرة جدا الحل يمكن في القناة في فيديوهات كتيرة جدا عن الرجيم وعن اتباع النظام الصحي الصحيح فيديوهات عن النظام الغذائية ان شاء الله ممكن تتفرجوا عليها بحيث ان انت تقدر كل ما تقلل وزنك كيلو بيخلي فرصتك ان هرمون الزكورة يبقى افضل بطريقة كبيرة جدا خامس حاجة الرياضة ويمكننا هنقول الرياضة هل يطارة هي مضرة لهرمون الزكورة ولا مفيدة طبعا الرياضة من الحاجات المفيدة جدا لهرمون الزكورة بس طبعا هي بتحسن النشاط والدورة الدموية وبتحسن هرمون الزكورة لكن ان احنا لو افرطنا في استعمال او استخدام الرياضة يعني ممكن واحد يروح الجم مثلا يتمرن 3 او 4 ساعات بيبدأ الجسم من كتر الرياضة يرهق ويطلع هرمون الكورتيزول اللي احنا قلنا بيقلل هرمون الزكورة فبالتالي انت المفروض تلعب رياضة تمشي تروح الجم لكن بقدر يعني منش اكتر من ساعة ونص بالكتير تمرين لك في اليوم لان اكتر من كده بتطلع هرمون كورتيزول كتير وبالتالي بتقلل هرمون الزكورة فالرياضة مفيدة ولكن بالقدر الكافي مش بالافراط والحاجة السادسة والاخيرة هي السن ويمكن لقت كل الدراسات ان انت مع التقدم في العمر بيبدأ هرمون الزكورة يقل ده حاجة طبيعية ومنطقية الدراسات اثبتت ان كل فوق سن التلاتين كل عشر سنوات بيعد من عمرك بيبدأ هرمون الزكورة يقل بنسبة واحد في المية طبعا ما نقدرش نعمل حاجة في الموضوع ده ولكن هو ده عنصر واحد موجود من ستة او سبع عناصر اتكلمنا فيهم انت لو التزمت بالعناصر التانية الرياضة والنوم الكويس والبعد على القلق والتوتر وعدم التدخين والنظام الصحي والحفاظ على الوزن كل الحاجات التي التزمت بيها تأكد ان هرمون الزكورة هيفضل عندك في مستويات عالية جدا والدليل ان انت ممكن تلاقي واحد عنده ستين سنة او سبعين سنة ويتمتع بهرمون الزكورة احسن بكتير جدا من شاب عنده عشرين او ثلاثين سنة ولكن مهمل الجانب الاخر وده كان محتوانا عن اهم النقاط او الست اعداء اللي بتضمر هرمون الزكورة او التستيستيرون نتمنى ان شاء الله يكون المحتوى مفيد لأكبر عدد من الناس وياريت اللي شايف المحتوى ده مفيد لحد من اصدقائه يبعث له المحتوى بحيث ان الفايدة بتاعته تعاوم ولو في اي استفسارات نسعد بها جدا في تعليقاتكم ونلتقي في محتويات جديدة مفيدة من جوا الصراب